لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخرا تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له وبما يسهم في استفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محيدة تعلي المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة وتثمن مصر جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما وبما يتسخ مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق السخيرات من أجل إنجاز القوانين الانتخابية وصولا لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة وبهذه المناسبة فإن مصر توعيد التأكيد على دعمها الكامل لمصار الحل الليبي الليبي ورفضها لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق السخيرات وتدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية في الاتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها وترى إن المحاولات لاختلاق الآليات المستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم كما تشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمن محدد وحل الميليشيات ودعم مهمة لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة ذات الصلة بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا وندعو جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق ومساندة دور المؤسسات الليبية في مساعهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف اشتركوا في القناة